كيلي بقى أنا الأغنية دي مين البنت دي جبتيها ابنين دي مين البنت دي أول أغنية بقى بعد ما البنت خلص كاملة يعني بكلمك مش بترد كانت حاجة تيك توك كده مين البنت دي أول أغنية بتاعتي أنا شخصية شخصيا بقى تنزل ومتحمسة قوي بيها عشان عاملة بلان بقى حاجات كثيرة إن شاء الله نازلة ومتحمسة أنا رجعت تاني أعمل أغنية عشان فيه كده فقرة الكورونا عادت على جنبك شوية بعمل حاجات تانية فأه مين البنت دي بقى فيه بنات كثيرة كده اللي هي لما تشوف مثلا جوزها أو خطبها أو صحيبها ما عرفش بيبص فتبتدي بقى تقول له مين البنت دي مين البنت دي كده بقى اللي هي الطريقة المرعبة دي وفيه لقطات صغيرة في الأغنية أنا بشوفها بتحصل كتير قوي اللي هي بتاعت المكالمة على طول بتخش الحمام تكلم أنت متها تقول له شوف تيبقى عمل إيه بتاع أكيد تي حاجة كلنا بنعملها أيوا أيوا دا وفيه بقى طريقة الكلام دي موجودة فعلا اللي هي فيه ناس بعمل تكلم دي دا موجود وموجود طبعا بالنسبة صغيرة بس موجود ورخم فأنا بحب بمسك الحاجات الرخمة دي بقى وسترس عليها بحدود احنا في الآخر ما عرفناش مين البنت دي عشان هي البنت دي ما ظهرتش في الكليب بزرط وكمان ما يعني ما بحبش التنمر يعني بعد كل دا بعد كل دا ما بتحبيش التنمر طيب بيبقى فيه ساعات بتعمله حركات وفي السكتشز بتاعتكم بيبقى فيه زي رأس كريوغرافي أكتر بتتعملوه زي فيه حد بيمرنكو ولا انتو بتألفوه مع بعضكم هو انا الواحدي بس في الأغنية دي كان معايا كريوغراف شطرة جدا ماي إبراهيم ولزيزة كده فانفونا وانا بقى في العادي بحب يعني بحب اعمل حاجات كده أرقص رأسات مايكل جاكسون كده مش فخورة بنفسي وانا بقول كده بس انا بحب الرأس عمتا بطريقة اللي هي جنبازية شوي دي جديدة زي سكتشيز بتاعتك بالزبط الطريقة الجنبازية عشان اتفهم بس يعني الحركات الصعبة يعني كان نمسي عمل بريك دانسينج اه لا خلاص احنا مش عايشين بتاعتك يعني اخش دايب والله حوالي للغاية شكرا